بالنسبة لي الأستاذة إيمان حصلت مشكلة مع أخوتها وأخوتها تكلموا عنها كتير الأستاذ محمد معذرة قبل الأستاذة إيمان هو عايز معنى الله لا إله إلا هو الحي القيم جل جلال الله هي إثبات للوحدانية لا معبود إلا الله لا خالق إلا الله لا عاطي إلا الله لا رازق إلا الله لا محي لا مميت إلا الله فهو الحي صاحب الحياة سبحانه وتعالى الآية بتثبت الوحدانية والحياة الدائمة التي يعني للمولى سبحانه وتعالى فهو الحي القيم القيم القائم على كل شيء جل جلال الله ولينا وقفات عند هذا القول الكريم في الحلقة المسجلة مش هذا الأسبوع الذي يليه إن شاء الله تعالى يا إيمان ما تنويش القطيعة مع أخواتك بالعكس أنا عايزاكي تصليهم لأن الأصل في الوصل مش اللي بيوصلني يوصله اللي بيقطع علاقته معي أنا بوصله ليس الواصل بالمكافر ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فلا تنوي قطيعة أبدا وتصلي على القدر الذي لا يحقق لك مشاكل مع أخواتك ستة أم إسلام ما ينفعش أنك تتعنتي من الزوج وتمنعي نفسك عنه ما ينفعش أنت حتزيد المشكلة اللي بينك وبينه تعقيدا وابحثي عن أسباب تغير الزوج يا صاحبة السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص دائما ونسأله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين